أعاد متحف فيينا المرموق للتاريخ الطبعي تصميم معرضه لتشريح المرضي الذي يضمه جماجم وأعضاء بشرية محفوظة في علب شفافة بطريقة تراعي تطور رؤية الأخلاقيات إلى عرض الرفات البشري ومنها ضرورة تقديم الشرح للزوار وهذه المجموعة التي يملكها المتحف وهي الأكبر المفتوحة للجمهور في العالم تحتوي على خمسين ألف قطعة محفوظة تعرض في مبنى ناريتورما الدائري الذي بني في القرن الثامن عشر ليكون مستشفى للأمراض النفسية نحاول تجنب تحول الأمر إلى تلصص من خلال إعطاء أكبر عدد من التفسيرات التعليمية لهذا السبب لدينا نصص تشرح عن تاريخ الأمراض ليس هدفنا عرض الرفات البشرية بل شرح الأمراض ودشن الطريقة العرض الجديدة للمجموعة مطلع أيلول سبتمبر وهي تركز على الطابع راصين الذي استلزم أشغالا كبيرا لإجراء التعديلات المطلوبة ويأتي الآلاف من الزوار كل أسبوع للاطلاع على ما تضمه هذه المجموعة من عظام وأحشاء وسواها إنه أمر موثير للاهتمام مزعج بعض الشيء للطلاب ولكن يتعلمون الكثير من خلالها خاصة بعد أن درسوا عنها نظريا في المدرسة وفي الواقع يعود عرض الجثث خلف واجهات زجاجية في أوروبا إلى نهاية القرن السادس عشر مع إحضار مميوات من مصر